حبايبي صب السادس وصالنا اياكم المقطع الاخير من صبح ثمانية وخمسين بالليونة الاقل لخامس اللي هو المستقبل المستقبل نارح نستخدم الول اللي معناها سوفة المستقبل رح نستخدم الول انا سوف اشتري رح اشتري ملافزي الخاصة سوف اكون رح اكون مبرمج معلومات انا رح اطبخ طعامي الخاص ننتبه او نلاحظ انه الضمير مع مجرد ضمير مجرد هاي قاعدة المستقبل سهلا الضمير وال مجرد الول يجبعتها الفعل مجرد نانا شرح قاعدة المضارع السوري المستقبل البسيط اريدكم استجرون ملاحظات سابسادس دفعتركم سيمبل فيوتر المستقبل البسيط قاعدة تقول السابجكت الفاعل قناه اللي هو الضمير او اسم الشخص زائدا وال اللي معناها سوفة زائدا الفعل المجرد بهذا الزمن حتى ما ننسى ننتبه نقول تجي دلالة زمنية نهاية الجملة اللي هي تمور وغدا دلالة على الحدث او الجملة بالمستقبل لم تحدث بعد ونكست القادم نكست القادم ويك نكست ويك اسبوع القادم نكست ما شهر القادم ونكست سير السنة القادمة مثال على تطبيق قاعدة المستقبل قلنا الضمير والمجرد علي والفزيت علي سوفة يزور مثلا او اخته تكملت الجملة مو مهم ركزولي على تطبيق القاعدة تكملت الجملة هي تنزدوها مثل ما تكون اي والجو انا سوف اذهب انتبه ضمير والمجرد ذي والمستدي هم سوف يدرسون بالنسبة لي الامثلة سالم بين قوسين فيزيت مجرد his friend صديقه next friday next معناها القادم الجمعة القادمة يعني بعده اذا هو مستقبل correct صحح شو الصحح الفعل اللي بين قوسين بما انه القادم فرح نقول سالم will visit his friend next friday تنزل نفس ما هي جملة بس بما انه قدي مستقبل هو نعطي الفعل مجرد يبقى مجرد بس اخلي will بين الضمير والفعل they write مصدر ايضا او مجرد هم جمع write a homework يكتبون واجبهم tomorrow غدا correction اصحح الجملة هنا they will write هم سوف يكتبون a homework الواجب البيتي tomorrow غدا سوف اذا بس اخلي will لانه القاعدة لازم يكون بيها الضمير will مجرد الثلاثة سارة is eaten an ice cream هنا انا عندي مضارع مستمر ضمير مع مساعد مع ing سارة تتناول ice cream simple future مستقبل بسيط انهاية الجملة ينطيكم انه يريدك تحولها بالمستقبل البسيط انا يعرف قاعدة المستقبل هي ضمير will مجرد فراح اقول سارة ماكو is ماريد افعال المساعدة عندي بس الول سارة will eat سارة will eat سارة will eat مو ايتين احدف ال ing واحدف ال is يعني مو مضارع مستمر سارة will eat an ice cream بس ما تخلون دلالة نهاية الجملة انهم انا اعطيكم بها اشتركوا في القناة شكرا